كما أشهد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالجهود الكبيرة والعطاء المثمر الذي يبذله سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والنجاح الكبير الذي واكب إقامة المؤتمر الرابع للبرلمان العربي والبرلمانات العربية الذي اختتم أعماله في القاهرة وما حققه من نتائج إيجابية وخلال لقاء معالي رئيس مجلس الشورى بسعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على هامش المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية أكد معاليه أهمية مثل هذه التجمعات البرلمانية العربية في صوغ رؤى ومواقف موحدة وتسليط الضوء على الموضوعات والقضايا التي تسهم في رفض مسيرة العمل البرلماني العربي بالمزيد من الإنجاز ونوها معالي رئيس مجلس الشورى بالمستوى المتقدم الذي ظهر عليه المؤتمر وما نتج عنه من توصيات تشكل رؤية برلمانية ثابتة تجاه القضايا المشتركة مقدرا لرئيس البرلمان العربي حرصه ومتابعته الحفيثة وتواصله المستمر مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية الأمر الذي أسهم في إنجاح أعمال المؤتمر وإبرازه بالصورة المطلوبة مشيرا إلى التطور الكبير الذي يشهده البرلمان العربي في ظل قيادته الجديدة وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن المؤتمر جاء في وقت تعاني الدول العربية من تحديات سياسية واقتصادية وصحية وأمنية متطلعا إلى مواصلة الجهود بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات الخليجية والعربية والاستمرار في عقد مؤتمرات وندوات عربية تدفع باتجاه وحدة العمل البرلماني العربي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة